اكمل بي ورايد انه هو يكون فتشي يعني ماكو انه بارحة كانت الحلقة العاشرة اللي هو كان عدي مايلستون انه اني بس اسوي عشر حلقات ابدي وراها انه يعني انفست انت مور فمثلا اني ممكن راح اشتري مايكل اللي هو شوي اكثر اكيد راح اخلي الديزاين وهالاشياء اشتغل عليه شوي بس هواني كانت يعني ماعرف بعدني اشوف انه قد اكون مثلا دماند عليش كد اكون ناس انه راح تحب هذا البودكاست يعني اذا تعرف مثلا اما تابعت بودكاستات وشفت بودكاستات فلحد هس البودكاست عدنا يعني بعد بالعراق خصوصا فتشي بطيء بعد ما صار عليه دماند يعني هكو فد في النار نحن نسوي اهمينا صوت بس على الاي تيونز لو مثلا اكو هذا اي تنكي الفود هي هو ينزل على اليوتيوب وينزل همينا الصوت بس الصوت علي الديماند هواية اقل يعني اقل ناس التابع موجود على الابل بودكاست والجوجل بودكاست وانظامي وسبوتيفاي اوكي انظامي اوكي وفكرتها كلش بسيطة يعني انت بس ما سويت الحلقة واغلبها يعني هي تقدر تسويها حتى فري مثلا انا زانيك هواية شغلات انه ما ما تفعلها بس ما سويت الحلقة سويت لها ريكوردين تقدر تصعدها فري وبعدين هو الفيد يدزل كل هاي البلاتفورمز يعني العملية هواية ابسط في الخصوص انه اللي هم رايدين انه يدخلون للبودكاست انت يعني ذاتش انتراوي ان شاء الله بالمستقبل اكيد فتشي شجعك عليه والله انه حبسط وغاية حلو هو بس ما عرفاني شوية اندي صعب يعني السؤال العزة مهمة تحضر له يعني يمكن لماذا لا بالمستقبل اكو اني اسماعي من سعودية او كويت يمكن انهم يحكيون هم هنا بالكتب يحكيون وهي هم هنا يخلون موسيقى ويعني نايس الاجواء حلوة تصير يعني واحد يسمع مثلا مرات قبل ما انام مثلا 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 اسمع شوية حلو هم يسولفون على خواية مواضيع السعودية كلش اقوياء بايشي الاعلاقة بالانترنت بالبودكاست كلش اقوياء انا اتابع يعني كذا بودكاست هو سعودي هكو هذا واحد اسمه فنجان انا شوفها مالح على اليوتيوب هذا كان الحلقات مالتا اتصور هسه رح يوصل للمليون متابع يمكن ستمائة الاف سبعمائة الاف متابع وعنده يعني الحلقات مالتا بالالافات خمسين الف سبعين الف متابعة تصير على اليوتيوب فشغله كلش حلو يعني نفس هذا حواري شوي ستركترد اكثر شوي يعني هو اسئلة واجوبة وانترفيو اكثر انت تعرف هذا يعني مسوي انه هو دردشة اكثر ما هو حواري فهم اقوياء اي شيء واتصور يعني هذا بسبب انه لفترة طويلة هما كان عندهم بالسعودية انه ما كوا مثلا هالانفتاح على الانترنت والسينما فكان توجههم كله لليوتيوب صحيح كان احصائية اكثر بلدي يستخدم اليوتيوب بالعالم بس هاي قبل فتح خمس سنين او عشر سنين يمكن جانت هي السعودية لانه قاموا يسوون هاي شغلات الافلام والفن وهذا كله على اليوتيوب يعني ما كوا هناك مثلا على قبل الفترة على وقت لما كانت صح ويمكن هي او هاي هذا الوقت كانت هو يعدهم شغلات ممنوعة فكل شقوي ابي كل شي اعجبني هذا الشغل مالتهم اشتتحت شغل الموضوع تعرفت مين برغوثي يه تمام برغوثي عنده على اي بلاس جي على اليوتيوب اي البرامج مادة كلش حلوة يشوف اتابها دائما يعني مثل قصص صغيرة تصير ويشعر يلقيها ويحتي لك على مثلا فلسطين او اي دولة وقصص قديمة وشعر يلقيها كلش حلوة تمام تمئيم حلو شغلة ما بين قصص ما بين شعر ما بين كارتون يعني مسويفة شي حلو جريء احب احب شغلة طبعا اتابعي حلو طبعا عدنا فد حلقة كلش حلوة جدا انا متحمس انه اصالف وياك سردار من اول يوم اللي شفت الانستغرام مالتكو رسوم مالتكو قبلها همينة قبلها احنا احنا تلاقينا اخر شي ما خليني اقدمك واتذكرانوا ياك انه شون تلاقينا اول شي وشون عرفنا بعض حتى بس المستمعين والمشاهدين عرفون منه سردار الجاف فسردار الجاف مصمم تأثيرات بصرية للافلام او ال visual effects artist وهذا اللي اعجبني كلش بالشول اللي انت تشتغله انه هذا الفن اللي تسويه كلش حلو اشتغلت في هولوود ومع عدة افلام هي من هولوود التحصيل الدراسي عندك دبلوم عالي من الجامعة الاسترالية في الأردن بالتصميم اسمها الاسترالي 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 من الجامعة اشتغلت في هولوود بعمان ايه بالأردن كانت ضمن كلية القدس اقبال جامعة البتراء جامعة البتراء بالصراحة هذا طريق المطار وبكالوريوس بالتأثيرات البصرية كمان من جامعة نومان في هولوود اللي هاية بعد انتقلت الاميركا عراقي كردي من بغداد مقيم حاليا في مونتريال بكندا وعشت مثل ما قلنا ببغداد عمان سان دياغو لوس انجلس ومن هواياتك الرسم والطبخ والتصوير وسمعت انه البيتزا اللي سويها لا يعلق عليها الايطاليين والفروسية 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 والخير وكمان انت مهتم بالرسم عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي هو هذا ان شاء الله رح نحكي عليه عاما بهاي الحلقة ان شاء الله اكيد نلحق بها الحلقة وبالحلقة الوراها والستوري تالينج عن طريق الرسم عن طريق الرسم ما شاء الله عليك هوايات وهواي اهتمامات كلش مهمة واللي هي يعني بيانت اعني لما انت اشوف اذا كان الانستغرام مالك اول مرة اني اذكر شفت لك فتشي كانت هذي الرسمة اللي انت مسويها اللي هي رح نحكي بها ان شاء الله فتشانت رسمة كلش بها تفاصيل هواية نزلتها على قروب الراكي الراكي شامس التبريزي ايه رسمة شامس التبريزي اه وراها اه اه يمكن يعني كواقت اتفاد اتفاد 20 ساعة بس اه اتفاد تخطيط بالأيد ونهايتها ديجيتال أكثر رسوماتي تشيب بلشها يعني أرسم بالدفتر مرات أخذ لها صورة وأرجع أرسمها على الايباد لو على التابلت بالكمبيوتر بهاي الرسمة أي بلشت من بس دائرة حلو دية الشمس حلو وإن شاء الله راح نسولف بها فالمتابعين يعرفون على الشنودة نحتلين وهي فعلا كلاش حلوة ووراها بعدين ما يعني ما أنا حثت شنت ما أعرفك من شفت هاي الرسمة بس أتذكر الرسمة مالتك ووراها بعدين شون إحنا تعرفنا أنا ماعرف شون نضفتك على الإنستغرام وبديت أشوف الرسومات اللي انت تتنزلها فهمينها هاي الشغلات اللي لها علاقة بالساينس فكشن قلت لي أنت هذا كان رسم مرسوم بالـ AI اليهو بهم يعني شفتها كانت مال الجنائن المعلقة نعم أي ذول جديد بلشت حاليا مثل يعني الناس كلها الفنانين اللي يعني اتابعهم على تابعهم على من زمان يعني على جوجل على الإنستغرام كلهم يعني دي يصممون الفن معاتهم من هذا الذكاء الاصطناعي الـ AI اللي هو artificial intelligence دي يستعملون تم برنامج اللي هو كلش بسيط يعني تكتب واحدة من البرامج يعني نازم تكتب imagine تكتب imagine واللي تريده مثلا تقول مثلا طفل واقف بنص مدينة العاب والمية العاب كلها بدل مثلا دي لاب الهواء كلها ورود ويصور لك فات شي مثلا هذا يعني كلش تريب عليه وطبعا طبعا يعني تحب اللي يكون التصوير يعني مثلا حقيقي كلش واقعي لو مثلا تريده مثلا اكثر painting مثلا يعني كلوحة زيتية مائية تختار وتختار اسم الفنان اللي يعجبك مثلا دافنجي يعني أي فنان بانجوغ أي فنان يعتبك ويعني بها حاليا الخايفين منها هما يعني الأكثر شي دي يحتوم بي اللي هو حقوق النشر بأنه إذا الفنانين اللي هسا عايشين يعني هل هما يعني قابلين بهذا الشي دي سووا بأنه بدي يستعملون اسمهم كأو مثلا عشرين سنة تعتين سنة من عمره هو بدي يبني الستايل مالتا النوع الرسم مالتا مثلا ويجي الكمبيوتر يأخذ مثلا هذا الحس الفني مالتا ويجي طبعا سأله مثلا داقرة مقالة سأله تم واحد قالوا لا بلاكس احنا بنشوف هذا مثل مدرسة لأنه حتى أنت بالجامعة أو بالمدرسة من التعلم الرسم أو الفن عندك دائما تبلش أو شي يعني تدرس الفنانين يعني مو تقلدهم تدرسهم تدرس شون الخطوط اللي رسموها الألوان التركيب الكمبزيشن كل هذاني فموضوع يعني يعني كلش فايت هذا الموضوع يعني راح حتى الأفلام اللي حنشوفها بجليد الكتب ممكن الكتب المدرسية أو الكوميك بوكس القصص اللي بيها صور كلها حتى تتغير لأن هسا مثلا أنا مثلا عيد أرسم هاي الشمس تبريزي اللي هسا حتينا بيها يعني الصورة أخذت فيها عشرين ساعة سويا خمس دقائق الكمبيوتر يرسمها وينطيني فات أربعين نموذج مثلا من هاي أربعين نموذج أنت عندك أربعين نموذج أقدر أختار مثلا عشرة اللي تعجبني من العشرة أقدر مثلا أختار خمسة اللي مثلا أقدر أكبرهم أو أرتع أرسمهم من الإلهام هذا اللي أشوفه بالصورة يعني هي مو يعني تقدر تستعملها مو بس يعني الكمبيوتر يرسملك لا أنت تستعملها كأدات بس للإلهام وهذا اللي دي يصير حاليا يعني تستعملها كأدات للبراينستورميج أنه تسوي براينستورميج بلش الأعادية لأن حتى البراينستورميج قبل مثلا أذكر واحدة من الكلاسات كانت عندنا الحبر الإنك هذا الصيني اللي خلوه بداخل القنينة الزجاجة كنا نشمرها على الورقة ويطلعوا أشكال غريبة فمن هاي مثلا أستاذ جاني قلنا تخيل مثلا ترجع ترسم فوقها فمثلا واحد مثلا يرسم وحش أو كريتشر أو حشرة ويعني كل الوحوش وهي تجي من الحشرات لأن يعني عالم غريب عجيب العالم الحشرات أو الله يعني هو كل الأفلام كلها مقتبسيها من هذولا صح هستاذ أفكر مثلا أليونز أكيد شكله هو جاي من يمكن خنفسانة أو هيتش خنفسانة أو شي لأنه هو إنت أليون احنا شفناه بالتلفزيون اللي يراوينا بس ومنه شايب أليون بالحقيقة صح يعني فهي كلها ذني مقتبسة من النباتات والحشرات والحيوانات اللي هو هذا طعم ذني كلها يعني من الكلاسز اللي خاصنا بألي من درست كلش تونست بيها يعني بس تقدر همة يعني مرات مثلا تروح زايد بالقصر تخاف مثلا أرسم شي ورسم الرسمة لا فاتجهت إلى عالم الورود والحياة الحلوة يعني قمت ترسم رسمات رعب كلش تخوف بحيث أنت تخاف منها؟ تخوف أي يعني هاهأههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ahهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ساحة داخلت مني اقول لك انت تشكيلكم شباب عمان بزيتي تخافون منك لا بالرعب اوه اخاف عني اوه اوه حلو خلينا شوي نرجع لبداياتك انت من اول ما خلينا نقوم من بداية بالرسم لان انت قلت لي انه بداية انت كنت هاوي للرسم وتعلمت الرسم تعلمت من البيت اي اه والدي هو فنان يعني يرسم لوحات ودارس فنها باميركا فكبرت على هذا الشي يعني بالبيت اه دائما اشوف يرسم لوحات فدائما الطفل يعني يتبع والده مثلا اذا كان مهندس او طيار او فا ساعدني بالرسم بس اه ما تابعت الرسم من شدة صغية هنشترسم مثلا مرات مثلا اذكر اعلمني شو مثلا ارسم احصان مثلا بل شوية دارتين وامزجهم بس اه من مرحلة اللطقينج والعدادية متوسطة هاي المراحل تراكتها اه رجعت للرسم ركزت على الرسم من درست بكاليفورنيا و سردار والدك هل هو رسام محترف يعني رسام معروف نا شو اسمه؟ شهريال الجاف شهريال الجاف يعني اذا نشوف على الاشي اسمه ممكن انه تطلع على اسماته؟ خلي اشوف اذا انه تريد اذا شطع اذا هل للغراحة萬م يوبراح الانريب اضافة لذلك عشخص العلم تكتب على جوجل شهر يارجاف رح تلقاه فوت على الامجز رح تشوف كم صور حالياً موجودة بس تقولي إذا هو ولا غيره هذا هو والدي اللي على اليمنى بس إذا تروح للصور خاني شوف شنوك صور غيرها هاي الجوة يسرى على اليسرى أول واحدة اليسرى والله هاي أتكر من رسمها حلوة هو يرسم أكثر يعني ألوان مائية يرسم أكريليك أكريليك ويرسم طبيعة كلها ألوان يعني العكس يعني أسول وجب وأحب التخطيط أكثر من التلوين يعني تلوين صعب بالنسبة ليه بس يعني وهذي رسماته كمان للوالدك اللي داي يرسم اليسرى أول واحدة أي الثالث واحدة بالنص كانت إلى هاي المرة اللي تصور لابسة كردي بالنص نعم والله هاي مكتوب ليه جوي شهريار جوف باينتينك نعم هاي تصور الستوديو اللي بيع هنا أو هاي شيء أحشينا قصة على اسمه شهريار تارف من القصة ألف ليلة وليلة فأني بالمدرسة ببغداد منصف الأول ابتدائي لسه ابتدائي فعلا عندي مشكلة يا اسمي اسمي سردار اسم يعني كردي بس صعب يعني للمتا إذا مثلا أحد ما سامع قبل فعلا تعني أول أول يوم خلي نقول الصفي بل إيش مو يصحوك بالأسامي مثلا أحمد سامر أحسين أحمد فيجي سردار شهريار داود هذا اسمي كان فالمدرسة يعني سردار 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 وعني يعني يعني تصغير يعني يعني شهريار جبتي تضحك يعني أبوك يعني أمك اسمه شهريار زحر قال اينا وآخر شيء يا اسمي يعني المرحلة اللي وراها مثلا سردار بأي اسمي ينقضعي نعم يعني واسمه شهريار وظال يدور على واحد الشهر زاد وتزوده بس عامد اليسر عامد اليسر وهي بأي مدرسة بأي مكان ببغداد شنتم كنا عايشين بحي جامعة بس عين درست بالمنصور تاسيسية آآ بالمنصور ملعب زوراء يمكن كانت آآ تذكر هذا الجزء من الذاكرة بالكرخ بالكرخ احنا تشلنا بالرصافة يعني منصور بديت عروفها لما رحت للكلية أو لما بديت تتاوم هالأشياء فقابلها ما تشلت كل شيء يعني أعرف بهذه المناطق خريب على متوسطة منصور حضو زين وبديت تتعلم منه تشوف شغلة وبعدين يعني رسمت فترة وتركت فترة ورجعت بعدين لما شنتب عمان التشوكة رحت لعمان الفين واربعة احنا سافر لعمان آآ نعم درست كمبيوتر انجينيرينج آآ بالجامعة الأردنية نعم درست أول سنة نعم هنستحاسوب أول سنة آآ مع عبالي لا أصلا ولا قيتتوا إياهم آآ أوكي عبالي الهندسة الحاسوب يعني لا علاقة بالمثلا استعمل الكمبيوتر و يعني أسوي شيء علي الكمبيوتر طلعت كلها آآ الفيسيكس ورياضيات و آآ برمجة و ما مو آني هذا الشيء يعني ما والمني وأنا أحب أحب استعمل الكمبيوتر يعني وهذا الشيء هذا الاختصاص ماتي يعني يعني والمني لأن أذكر ألفين و ممكن بستة لا ألفين وواحد له ستة وتسعين واحدة من السنين ذنني والدي آآ هو مهندس معماري فشان ديستعمل الثري دي اس ماكس له الأوتوكاد وحدة من البرامج بس ديجربها بالشركة مالتا ف أجبتني التصاميم والهاية فبقت يعني فبقت هي هاية الثري دي اللي كان ديستعملها وهي الفن مزجس اللي أنا اللي لقيت الاختصاص اللي أحبه اللي هو الثري دي انيميشن رسومة متحركة حلو حلو آآ طبعا تدري يعني هاي صار أكثر من من اللقاء أني أسوي بهذا البودكاست والناس يعني اللي يجون دي يحطون يا أما على هواية إذا كانت بالفن إذا كانت بالموسيقى إذا كانت بالشغل مثلا جند أقول لك البارحة كانت الحلقة العاصرة سويتها ويا السيل السيل أو الشعير ويا كانت تحتي من ناحية أنه من ناحية الاختصاص اللي هي أخذتها ومشت بيش لون همينا شعنش قد أكون تأثير للأهل يعني 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 هو فتش منطقي أنه أنت تقول أن يعني الأطفال رح يكبرون ويشوفون أهلهم شي سوون ويشوفون مثلهم صح؟ فيعني أنه أنت تسوي نفس الشي اللي الأهلك يسوي وبسيتي لما أدى أشوفها بكل هذه اللقاعات وذا أشوف هكبر وإن من يحجون أنه هم مثلا عندما تقول، لما أدى ان تقلوا bye اللي هو دايجي من الأهل شكال أنه الأهل هم يعني أنهم هالدور الكبير هذا أنه راح يوجهون بينهم بالمستقبل إذا كان بشغله إذا كان باهتماماته إذا كان بهواياته فشيه كلش حلو أنه تشوفه تراقبه رحيم زين وشفت أنت أنه عجبك هذا الثري دي أنيميشنز بالجامعة بعمان وراها شنو اللي صار اشتغلت هناك بعمان بهذا الشغل هو أرجع سؤالك درست حاسوب بعمان ما أعلمي فلقيت الاختصاص هذا اللي هو جامعة القلية الاسترالية بلشت درست كلش يعني حبيت الاختصاص أن تشتغل يعني أدرس كل الأوقات اللي بالجامعة اللي ما كنت أريد أدرس ساعة العكس يعني جند هواية أوقات مثلاً أشتغل على البروجيك لأن الدراسة للإنميشن 3D مو مثل مو مثل اللي يعني تلزمك كتاب وتقع تقرأ وأكتر شي مشروع يعني تصمم بيدك تصمم فعذا الشي اللي يعجبني واللي يعني استثمرت كل وقاتي بي أتخرجت في الأورتن ذاك الوقت ما كان أكو هواية استوديوات للإنميشن فحاولت ألقي شغل يعني أسوي شغل فريلانس فقمت أسوي شغل مثلاً معماري مثلاً يبنون بمنطقة مثلاً بناية فينطوني التصميم يعني أسوي لهم 3D الأبنين لهم 3D الشكل وأرندرها فهذا شغل سويت ويا ناس بالراقب أربيل أتذكر وسويت تصميم مدني تصميم مدني الداخلي داخلي الداخلي نعم حلو بس يعني أكتر أحب القصص يعني أكتر أحب الإنترتيمنت للمجال كأفلام وهي ليش حبيت القصص أكثر؟ هي يعني ذاك الوقت ما كانت تعرف يعني بأنه أنا أحب القصص أكثر وهي بس بس يمكن لأن يعني السفر الهجرة والسفر والابتعاد يعني الحياة اللي نعشناها يمكن خلت هذا الشي بيه بأنه أحب القصص أكثر ما متأكد يعني على كل يمكن يعني يعني أنت أنت من شنت صغير وبديت تقوير كانت عندك هذه القصص اللي نتفرجها ليها الكوميكس الرجل الخارق سوبرمان ما كان عندي سوبرمان بس عندي كان الحدثة أنا يعني مقفور وأنه الكارتون ليش كان بس ربع ساعة نتفرجه بالتلفزيون ايه هاي على وقت كانت الكارتون ايه الكارتون وقبلها مثلا مثلا نتفرج مثلا يطلع بالتلفزيون التصور كان المجاهة يخلقه ويش شي كان يطلع بالتلفزيون يعني صور يعني كطفل يشوفها يعني معرف هذي كان بها كارتون كان كارتونات سياسية بس هذي انت لما شفت الكارتون هذا ببغداد ببغداد ايه على ساندي باد على ساندي بيل خماسي سانشيرو اي 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 هذي الكارتونات ببغداد ساعة ستة تبدي هاي الكارتونات شننا نتفرجها وكانت بالعطلة اللي هي بالعشرة الصبح همينة ساعة كاملة بالعطلة الصيفية هاي قبل الحرب ما عرف هاذا شنو بعدها كارتون والاستقنوات كاملة ما عرف الله بس اللي احتيه لك مثلا ذاك الوقت كمثلا عمرك تشوفك عباك حقيقي يعني ورا مدرسة رجعت رجعت الكارتون هو الكارتون والافلام هي الثانية 24 صورة حسب ال اذا كان الصور اميركا يستعملون 30 صورة للثانية يمزجوها عم تصير صورة متحركة والاعلم كل الباقي يستعملون 24 صورة حتى يكون عندك يعني مثلا حركة ايد اللي هاي اسمها الفريم رايت هذي الفريم اي بالطبط الفريم رايت ف ف الكارتون شفت مثلا سيندي بادل وهاية ماذا يتحرك يعني جلا مو كارتون اي اي بس يعني كمطان تأكل وكد عمرك وهذا ما شون تستوعبه وشون تشوفه وتتخيل كل شي يعني مصممين عمر خاصي يعني بس يعني تعمل حلو يعني 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 شون تتخيله وهس الفرق اكيد اكيد كانت الكارتونات يعني كانت سيندي باد كان كلش حلو بس صدق يعني من تقارنة بالكارتونات اللي هس يسووها بال3D كده اللي انت دا تسويها يعني 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 قفزة كلش سريعة وهس تتصر اسرع طبعاً بفعل التطورة اللي يدي يصير والاي اي اي والماشين ليرنك والاشياء كلها حسنا حسنا حلو وراها اشتغلت هناك شفت انه انت تحب الرسم 3D ودراسة بالجامعة وش وقت انتقلت الامريكا وشون بديت انه بامريكا تدرس هالشي او تشتغل به اه الفين و اتماعش اه سافرت الامريكا اه اه اول سنة مثل اله يعني بلد يختلف كلشي بي عن البلدان الاخرى يعني من اله الكرد الكارت الحياة كلها يعني نظام كله غير شي النظام كله غير شي اللغة يعني انجليزي كلش يعني بسيط اللي جنتي اعرفه باكل وقت فركزت على هاي الشغلات وبنفس الوقت ركزت على يعني شون القي شغل شويت يمثل بلان بانه شون اني القي شغل بالمجال المالتي رحت اه دورت على شغل على الانترنت اه شفت ال ال كلهم طالبين ركوارمنت مثلا خمس سنين و خمس سنين انت مشتغل بمجال معين يعني انا اوكي دارس 3D animation خلي نقول يعني شون الطب بس لازم تكون مختص مثلا جراح او تكون مثلا اي اختصاص تاني اه انا انا بدارس كلها يعني بس دارس طب بس بمختص بشي من درست بعمال ف صعب القي شغل و يريدون خمس سنين انت مشتغل بيعني بروديكشن مثلا بهوليوود لو باي مكان واني استوني انا نعم الاميركا نعم الاميركا سندياكوش سندياكوش بس هي الساعة انتبعت فاني اذا القي شغل هاي تتحول للمنطقة اللي تريدها ف هذا ال سرجار مثلا شنو الاختصاصات تتذكر اللي كانت تدور هذاك الوقت اللي هي التخصص الدقيق اي انا انا دورت على كومبوزيتينج ودورت على ثري دي جنراليست الجنراليست اللي هو نفسي خاينقول العام يعني اللي تعرف كل شي بانه تعرف من كل شي شوية فهذا يسموه جنراليست ثري دي جنراليست اللي هو هذا دائما يشتغل يعني الفنان هذا يشتغل بمكانات استوديوات صغيرة يعني بالاستوديوات الصغيرة انت تسوي كل شي انت تسوي ما عادهم موظفين هواي على مد يعني حسب الباجت ما عادهم عقل الاستوديوات الصغيرة فعني انا لا هذا حصيت ولا الكمبوزيتينج الكمبوزيتينج اللي هو شون الفوتوشوب من مثلا صورة فوق صورة تنزجهم وتنظفها وهاي بس الصورة المتحركة للفيديوات فمثلا الافلام يعمل خينجول من يصورون شخصية وغرين سكرين الشاشة الثضراء والزرطاء ووراهم من يوخرون الغرين سكرين يعني يمسحوها الغرين سكرين وينظفوها ويخلون مثلا سماء او يخلون فاتشي خيالي وراهم هاي هذا شغل الكمبوزيتور اللي هو كمبوزيتينج يسموها الخصاص كلش حبيتها لان بالعرض من اتخراجت اشتغلت انترن كومبوزيتور اللي كان المنتور مالتي بذلك الوقت يعني حدثت واصل ويا وكلش ولد بروفشنال وهسا هو يعني بدبي يشتغل فيجول افكت سوبرفايسور ساعدني هواية فوقت اشتغلت على افتر افكت في البرنامج نعم افتر افكت قلي لا قليعو في افتر افكت هذا الافتر افكت قديم كلش ما الادوبي ايه ما الادوبي نعم فقلي لا قليعو في افتر افكت تعلم نوك نوك الشركة اسمها The Foundry هما نفس الافتر افكت هو كمبوزيتينج نفس الكلش يقدر تسوي نفس الشي يقع تسوي بس الفرق بينهم هاذا node-based system الافتر افكت ليرات شون الفوتوشوب تخلي layer فوق layer ثانية صورة على صورة ثانية layer وتسميها هاذا node node-based system يعني اللغة معلتها تقدر تغير هواية شغلات لان مثل يسموها procedural يعني بيهتي عندك امكانية اكثر تغير التلعب الصورة كل شغلات تسويها فاتعلامة هذا السوفتوير من راحة يعني من اردن ومن راحة امريكا قمت اتفرج فيديوهات تعليمية على جوجل وادخل كورسات ويا هاد ادرس الانجليزي يعني الكلاسيز واروح بالسان دياغو بالكليات فبدأ كل وقت صديقي من الاردن اردني لازلي ميسيج قالي تريد تشتغلوا ايا بميكروسوفت او واو قلت لأ اكيد منو ما يحب يشتغلوا بميكروسوفت انا اردني هو بالاردن قالك انو تريد تشتغلوا لا هو 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 بميكروسوفت بميكروسوفت دينفر كولورادو دينفر اوكي قلت لأكيد طبعاً يعني منو ما يحب يشتغل بمايكروسوفت فقلت لي أوكي الريكوارمنت لازم نتصمم كم مبنى 3D وتسوي لك بورتفوليو مقدم وش يسمعون أقولهم يعني بنو عارفك وقدمت وسويت الريكوارمنت وانقبلت المكان اللي كان بيها بولدر كورادو اللي تبعد يمكن أربعين أو ستين دقيقة خمسين دقيقة من دنفر كورادو فحولت وراء شهر يمكن من سندياقو حولت عفت الدراسة عفت كل شيء اللي كتشغل رحت مايكروسوفت رحت طبعاً يعني ما مشتغل بشركة يعني كبيرة بحياتي وأول شغلة إلي وحتى بأميركا يعني ممكن هذا كان أول شغلة إلي فلا أعرف السيستم لا أعرف يعني حتى يعني كان مخاطبة كل شيء يعني كلش بيسيك وهذول كلهم برفيشنال كلهم شهادات عالية على يعني يعني على عالم ثاني كان بنسبة لي بس الشي اللي اللي يعني يعني حبيت بيه بأنه كان كلش متواضعين يعني يعني مثلاً أحد شي مثلاً مثلاً واحد مثلاً فوزيشن مادة مثلاً أربع مرات أعلى من عندي ونسولف وكل شيء وعادي يعني كلش كوش حبيت هذا الشيء فورا ما خلاص الكنتراكت ماتي جدت أنا أنا أذهب إلى أدرس أنا أرجع أدرس في يوم من الأيام أنا أخطط أين أدرس على أساس أروح أدرس بفلوريدا على أساس أروح أدرس بفلوريدا أهمية بنفس الوقت على أساس أريد أدرس قلت أظل أتعلم إنجليزي أدرس اللغة بسن دياغو مثلاً أأخذ كلاسز آرت ولقيت جامعة بلندن بس أدرس أونلاين قلت أدرس هذا الإختصاص يعني أدرس إياهم اللي هو كانوا مختصين بس كمبوزيتينج هاي الجامعة أذني كلها دا أدور وبنفس الوقت مثلاً مرات من حدد لي كم ساعة باليوم أتفرج فيديوهات تعليمية للثري دي وأرجع أنا طبقة أتعلمها فأني بدأ أدرس الفيديوهات تعليمية واحد من اللي يحتي المحاضرة قال بعد أن أتخرجت من نومن بعد ما تخرجت من نومن وقال هو دايشتغل بمارفل استوديوز بقلي ومشتغل أذكر إذاك الوقت كان دايحتي على الشخصية مع آيرون مان الفيلم هو مصمم اللي كان الشخصية الكاركتر فقال وهو كان دا يدرس يعني الكلاس هذا كان دا يدرس شون نرسم الشخصية هاي بالي 3D فقال ورا ما تخرجت من نومن فقاني وقفت الفيديو ورا ما تخرجت من نومن وقفت الفيديو رحت على الكلية نومن لأن أذكر نومن من عمان يعني حتى مرة يعني واحدة من المواضيع صارت كان لدينا كلاس مال يمكن موضلينج أو كومبوزيتينج ما أعرف واحدة من الكلاسات فقلت للاستاذ يعني يمكن إذا أشوف فيديو من نومن و يعني هم قدوا فيديووات تعليمية فقاني يقول لا يعني It's too advanced for you يعني للكم للكم للمرحلة اللي انتو بيها فوقت قلبي هاي اموال اللي انو مرح توصل لها لا مو مرح توصل لها لكن كان يقل يعني صعبة عليكم بالنسبة لي هستونا مبلشين الدراسة هاي فهي ممكن هي هاية ومن وقفت الفيديو بانه الانسبرايشن بانه يعني يشتغل هالي ويد يشتغل بمارفل وقال نومن فقلت عرف نومن بقلي نومن الكلية واني بسنديا قلت فخضرت صديقي عايشة بقلي قلت اقول لك خليني تشاوف و رايح ان اشوف هاي الكبير قدمت كان لديهم بانه اذا تقدم على الكلية لازم مشتغل يا مشتغل بالمجال بمكان او عندك بورتفوليو فعني اثنين هم عندي يعني دارس الاختصاص وعندي البورتفوليو كفيديووات عندي ومشتغل فالقبول كان سهل بالنسبة لي نومن هي يعني معروفة انه شي هي نومن 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 بالنسبة لل في اميركا مثل هارفورد بالنسبة للدراسة يعني حتى الاستوديوات بقلي كلها تعرفها والشي اللي خلاني اقدم لها همينا نسبة الناس اللي تتخرج نسبة اللي يلقون شغل كانت 99% اه حلو مضمونة بالضبط وصدق يعني مضمونة كانت لان من اتخرجت لقيت رأساً شغل بس هي مو بس القصة اللي صارت مو بس يعني عندك كوننكشن وتلقى شغل وانت متخرج من نومن نومن هم اللي صار يعني يعني درست بالعردن ودراسة جيدة جداً جيدة يعني كانت بس ماش اتحس نفسي فنان اكثر اكثر يعني صارتة ارتعب منك اياها او ارسم لي هادا الشيء اي بس من دخلت نومن حتى مرة من المرات بأسوال في واحد من الناساتف قال احنا نعم نعم قال التولز دائما تتعلمها انت الادات دائما تتعلمها بس يعني الفنان يعني هذا اللي احنا نشتغل عليه وصدق يعني بالضبط يعني انت مثلا تريد ترسم ايشي او تريد تصمم ايشي يعني ان كانت تسويه بأي سوفتور كان ادوبي او او ترسم بالقلم الحبر او بالرصاص او على الرمض بيدك تقدر تسوي ايشي تريده حلو سردار خلينا بس نوقف هنا انا لحظة لان حلو كل اللي تتقولي بيديو وهي بتفاصيل مهمة واحدة منها اذا نرجع مثلا على شغلك ويا مايكروسوفت شون كانت المقابلة هل كانت شفتها صعب شون كانت الانجليزي لانه انت قلت الانجليزي مالك كان اوكي بس يعني لساته انه مش مش مثل الاميركين ولا مش مثل الهاي هل كانت بيها صعوبات انه هذي تشى المرحلة اذكر الانجليزي مالتي كلش بسيط بسيط كان يعني بمرحلة كانت استحي من افوت السوفر ماركت مو سوفر ماركت الريستوران حتى ما اتأخر اطلب شي اساوي قوغلت بفور يعني ادور على المينيو اقرأ اتعلمه وادخل يعني احتي اطلب اللي اريده فلا لان انت بالمجال هذا اللي حتى اللي يحجون مياك كلها بس مجرد يعني يعني عن طريق الادوات مثلا مثلا سوي هذا الشي سوي هذا الشي فتسمع كلش والمقابلة بسيطة جدا يعرفون الريكوارمت مع الشغل فما هي ميركزون على اللغة كلش واللغة يعني حتى حتى لغتي الانجليزية بوقتها تذكر انفتحت من هذا الشغل المايكروسوفت يعني قمت شوية احتي واتعرف على الناس اكثر خاصة كاميركان واجانب الاميركا وقيت لي وبالنسبة للسكيلدس هل المقابلة كسكيلدس كانت صعبة يعني مرة ثانية انت ممشتغلوا بحياتك بشركة بكبر مايكروسوفت ومتعلم فتشي واللي هو كانت يعني مو دراسة انه قليلة يعني من دراسة بالجامعة بعممان هي انه يمشيك بس هذي كانت تخيل انه حتى تثبت نفسك وتقدر تحصل هذا الشغل بمايكروسوفت يعني يعني انه فتشي هو مو بسيط فتذكر يعني كانت هل الانترفيو صعبة شن الأشياء اللي سويتها حتى انه تحضر وتستعد وتقدر انه تأخذ هذا الرول الانترفيو اللي مشتغلة فعلي عبيت كم شغلة مشتغلة بالعردن منها مثلا ساد كم صديق مثلا مايخافت خلي اسمي مثلا يعني مشتغلة بهاي شركة أو شيء يعني شوية بيها مبالغة يعني بالرزمي ماتي بس المبالغة مو كبيرة يعني مو كبيرة كانت لأن أقدر أسوي هذا الشيء يعني حتى لو أني ممساوي هذا الشغل أقدر أسوي والشغل اللي اللي من اشتغلت يعني خاصة الاختصاص ماتي مايحتاج له يعني كانت أكثر يهدمون كتصميم وشي تقدر تسوي فأتصور هذا الشيء ساعدني ساعدني هواي بأنه أحصل الشغل يعني يعني ما أتصور كان صعب الانتروديو وما أتذكر كل الشيء يعني 2013 كانت بس همين يمكن الدرس اللي أقلها أنا أريد أفهمها من هالشيء أنه من شغلك بمايكروسوفت وبعدين من تقديمك على نومن وأنت انقبلت بنومن ودراست بها نعم وتخرجت منها وهي يعني مثل ما قلنا هي الكلية الأكبر أو الجامعة الأعلى بالنسبة للدجيتال ديزان إذا كان أو ثري دي أنيميشن أقلها الهوليوود مقارنتين ممكن وين شا نتقبل أن تشتغلوا بهذا المكان وتدرسوا بهذه الجامعة اللي هو أنه إحنا أحيانا مرة ثانية للناس اللي حاولنا أو إحنا نقدر نخلي فد عقبات بوجهنا هي أصلا ما موجودة يعني هي الصح مو سهلة أنه الناس تشتغل مايكروسوفت مو أي واحد ممكن يشتغل مايكروسوفت مو سهلة إلا أنه يدرسوا بنوما بس فهذا شيء يعني يقدر أنه يحقق إذا عنده الطموح وإذا عنده أنه راح يحط الأفرت والذي هم يحط الشغل المطلوب إذا عنده هو الإيمان أنه هو راح يقدر يقدر يسوي هالشي فيمكن اللي كان يقول لك يا الأستاذ وهذا يعني أنا إذا تسمح لي أنه أنا أفكر به الشيء أنه كان يعني أنه نوعا ما لو سامع كلامي يمكن كان هالستة ما تدرسوا بنوما لو قال إنه فعلا أنه هو يمكن كان ما تقدر تدرسوا بنوما وأحيانا كثيرة إحنا عندنا أكناس هواي حاولنا يسوون هالشي وهم ما يدرون أحيانا هواي أنه حوالينا يقول لك أنه أنت لا تفكر أنه أنت تشتغل بشركة شبيرة لأنه أنت عراقي أو شركة أمريكية لأنه أنت عراقي ما راح يشغلوك أنه أنت لا تفكر أنه أنت في يوم من الأيام راح تقدر تشتغل بجوجل أو فيسبوك لأنه أنت ما حق ما يريدوك يعني يعني هذول الأشخاص ما أبداً ما عن قصد يسووها وإحنا هذا الواقع اللي أشنا به للأسف واللي هو يحتاج له شوي تغيير أنه يحتاج أنه إحنا نفكر بتفاول أكثر ونفكر أنه أنا أقدر مش شرط أنه راح أشتغل بكل شغلة أو بكل شركة أنا أريد أشتغل بيها بس إذا أخذت الخطوات الصح وإذا يعني آمنت أول شي بنفسي وبقدراتي هذا الشيء أقدر أسوي يعني أنا نفس الشيء همينة كنت أقول لك أنه اشتغلت ويا ماكروسوفت ببروجيكت واحدة من الشركات السابقة عدي وهمينة كانت في يوم من الأيام مثلاً لو ترجعني عاشرة سنين أقول لك مستحيل يوم من الأيام أقول لك هذا عمينا هذا أمريكا وأني شيء يوديني إلى أمريكا وأني شو هستغل check to America وأشتغل بأمريكا وأشتغل بأمريكا وأشتغل بأي شركة وأشتغل أجارهم وأشتغل راح أقدار ولما أنا أشتغلته ولما بديت أقول لك فعلاً هو يعني أنه لازم الناس يعني أنه حلم هو واحد ممكن يحققه أنا ماذا أحلم بفد شيه كليش صعب ولازم الناس أنه شوية تغير من أفكارها أنه اللي هي تخلي العقبات قدام نفسها بأي شيء مو بس بهذا صح أتذكر على اللي هي المقابلة ها يعني أول مقابلة اللي خلي نقول شركة يعني professional كل شيء ويمكن يعني تشوفها يمكن حتى تشوفها مستحيلة يعني رح تجي الشغلة ها يعني يقبلوني بس سويت اللي مثل ما قلت يعني الواجبات اللي همين أريد تسويها مثلا رح تأخذت كورسات صغيرة عن الانترنت مثلا الانتربيوز شون تقعد شون تحتيوية كلها مثلا هاي شغلات درستها يعني شغلات بسيطة جدا يعني هوا يعني حتى تساعدني بأنه أظهر كان أكثر professional الانجليزي ماتتي قلت لك ما تعمل زينم كلها قاعدت مثلا مارشت يعني يعني اللغة مثلا ويا أصدقاء أو مثلا بالتليفون أو بالمرأة مثلا كل هاي شغلات يعني شغلات بسيطة هي موجودة على اليوتيوب مثلا واحد إذا بس يبحث عنها بس يكونها بساعدت وحسة يعني ورا عشر سنين أو اطنع عشر سنة يعني الناس ويا الانترنت كل شي عندك يعني صح كل شي تقدر تحس يعني ماكوشي يعني أتصور ماكوشي يتصور ماكوشي يتصوري صح حلو فهذه القصة كلش حلوة يعني يعني أنا لما أحكوياك أنه أسمع هالكلام هذا أنا أستلهم منه إنه أكوش قد أشياء مثلا في يوم لأيومان أبدي أشوك ها أقدر أسوي ما أقدر يعني يعني المفروض أنه ما أقول لك أنه تكون دائما هاي الـ انه أنت راح تحصل كل شي بس أنه أكو هوايا أشياء يعني أنت مستعد أو أنت مؤهل كشخص مهما كانت جنسيتك مهما كانت الـ مالتك مهما كانت الجندر مالك مش شرط أنه أنت يعني تكون ولد أو ابنية أي شخص راح تقدر أنه أنه توصل لهاي الأحلام بس لا تعوفها من البداية لا تخلي أنت العقب لنفسك أوكي حلو وصلنا أنه أنت بديت تدرس بنومان قاطعتك فدرست بنومان نومان نفس الشي يعني البداية كانت كلها رسم اللي هو يحكون على الرسم يعني الكلاسات الرسم الإنسان أو الهيكل العظمي الإنسان اللي هي الاناتومي الـ 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 كلها رسم جاءت أول سنة العظمي يعني لا يعني يعني أكثر يعني أسوي التصميم كبس ريديو بس ما عندي حسة فن مثلهم أتذكر واحدة من الكلاسات يعني مع الرسم ابنها بصفي كان عمر في منطعة سنة آسيوية آسيوية أبوها كان الـ 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 كان كان شخص واحدة من يعني السيزينات مع شخص يعني فأنا يعني يعني داخل المجال هدا هوليوود دائد أشتغل مثلا يسمع يقول إيه يا أبوها فاهم يقول إيش عادي عادية من هالموضوع عاني فاهم يعني بس هي رسمها مثلا يقول هزيلا أنت شو كنت بلّه ترسمين قلت يا أمي شو أمي تتسنين أبوها يأخذني ديزني ديزني لاند ويقول يرسم يعني فشفت شون يعني قمت أقلت نمط الحياة معتهم بشكت مع يعني يعني إش قد ما أقدر مثلا استعجل حتى حتى ألاحك على نفسي وياهم الدولة أول سنة خاصة دول الفنانين فحتى رسمي مثلا يعني إذا أرأيكم السومات قديمة يعني حتى يعني أضحك مرة شون مثلا يوافقون عليها مثلا يطوني درجة عليها بس مثلا من البداية قالوا لنا مثلا دائما وياك خلي دفتر رسم عندك سكتشبوك مالتك عندك مثلا تقدر سكتشبوك وياك مثلا تطلع مثلا بالشارع تروح خلينا نقول المتحف أرسم التعلم فقمت أرسم قمت أرسم من ذاك الوقت اللي هي من 2015 قمت أرسم وبنيت هذا الشي واللي هي يعني شوان نقول هي مو غيرة بس هم هذول البروف هذ اللي حفزوني على هذا الشي اللي أبدي أرسم ومثلا نهاية الكلاس مثلا إذا تصميم شخصية يعني أشوف الديزاينات الحدثة يعني أشوف حلوة الديزاينات معايت هم ذول كلهم فعلا فنانين عايشين يعني مثلا خمسة ستة عشر سنين أو إن حياتهم كلهم تعلمون الرسم فهذا الشي اللي خلاني أكثر أصير يعني رسام فأول سنة رسم وراها ثاني سنة اللي هي آنش تقولهم دائما استبرولي آنبي ثري بطبط استبرولي راح تجون يعني تولوني على مثلا للمساعدة وبصدق يعني بس يعني كأصدقاء بعد صرنا يعني فالثاني سنة بلشت الكلاسز الـ 3D وهي فأي يعني اشتغلت يعني على نفسي يعني درست هوايا سويت مشاريع وأخذت مثلا بس ترمز عندي جمسور بالكلية معالقيها يعني كون بس ترمز يعني يعني الفصل مثلا من شي سموها من تتخرج يعني الشهادة الأول على الفصل طلعت الكاكا مثلا نقول دورة أول على الدورة مثلا كنا مون نسي مثلا مشاريع هي كلاس نحن ما الأرت فكنا نسي مشاريع فمثلا واحدة من المشاريع أخذت عليها بس ترمز هم ينطوك مثلا هم كانت هدية فلوس وبنفس الوقت يشهرون مثلا اسمك على الوبسايت مالتهم وعلى المالجامعة ويعلقون صورتك مثلا بتبقى بالكلية الجامعة الصورة اللي تزويها فعني حتى من دخلت يوم الأول يوم من دخلت الكلية من قدمت شفت الصور المشتغلين يصلك واو فمثلا عسا شغلي يهمي أنا مثلا إذا واحد يروح يبلش يدروس بتاني يشوف متلا اسمي أو شغلي كان حلو حلو بذلك الوقت واحدة من الشغلات أهمية بذلك الوقت حصلتها بالدراسة كانت استغلت على ببرنامج اسمه كيوس فينيكس فدي هذا البرنامج دزولي ميسج هما الشركة قلو لم يخاف نخلي شغلك بال ويبسايت ما لاتنك يعني الناس شركات من يشتروها بأنه يقولون نحن مساوين هذا الأفاك ونخلي اسمك فالصار يعني مثلا أي وحي ينصب البرنامج بالجهاز يطلع يشوف رأس عن صورة الشغل واسمي صدر جاف من يعني من تدى أدرس يعني هذا مجموعة حلو وكانت حلو يعني فترة حلو وبعدين أنت خلصت الدراسة وتوظفت قلت لي بنفس فالوظيفة اللي أنت حسا شغال بها أنت حاليا شغال ويا شركة أنا حاليا أنا حاليا أشتغل بشركة اسمها MPC Motion Picture Company يشتغلون أفلام ودعايات عدم فروع يعني في لوس أنجلس في كندا هنا في مانتريال وعدم لندن وكوالا لامبور أتصور ماليسيا موجودة بالعالم الفرع المونتريال مختصين باللايف اكشن اللي هي الأفلام اللي تصور بيها يعني يصورون كاميرا الحقيقي ويخلون بيها 3D تسموها لايف اكشن فأني كشغل أشتغل أشتغل إيهم أسوي التأثيرات اللي تصير مثلا النار أو مثلا إذا شايف Game of Thrones الدراغن هذا النار اللي تطلع من هلو واشتغلت على Game of Thrones همينا ما اشتغلت بس شركة اللي يستغل بها عدو محسف Game of Thrones دي يستغلون فيلم Game of Thrones فيمكن يعني ما عارف إذا يصير أقول لهم يعني بس لا ما يصر إلازة بس أسوي الهدد من نخلص ما بيها هل يقاضوني نعم شايف لا قللي قللي ورما نخلص انه لنظر و نجد لنجد إذا كان ممنوع وغير هش انت يعني يعني عارف ان اشتغلت على كذا فيلم حلو شفت على انستغرام مالك وهي شي نعم بوضحة عالشغل ايمن اخرجت من LA استغلت في شركة رأسا اسمها 8VFX شركة دعايات وافلام كانت بسانتا مانيكا اتغلت دعاية كانت من الفيسبوك بس ما طلعت على يعني ما طلعوها على الانترنت لو على الميديا ما عارفين هم صار في الاختلاف بين هاتهم ف واني يعني هي كانت اول شغلة الي اول شغل فاني اريد هذا الشغل يطلع حتى خليه بالبرتفوليو مالتي خلي نقول حتى اقدم بي مثلا شركة ثانية من اشتغل لان امسح الشغل اللي عندي شغل الخاص او شغل المدرسة اقول مثلا عندي شغلي شغلي مشتغلة على حظ في مطلح للشغل حظ اشتغل اشتغل صديق مخرج عرافي اسمه سامر اشتغل على الفيلم اسمه جوبة عمشويت كم افكت للفيلم مالته جوبة ما للقناص نعم جوبة الان هذا شايف الفيلم هذا قبل 8 سنين والفيلم هل هو عراقي اندبندنت ولا كان فيلم امريكي بس ما اذكره حاليا يمكن هو نفس الفيلم التهجي بس الفيلم هو هذا جوبا ذا اراكي سنايبر اراكي سنايبر بس هل هو فيلم عراقي يعني هو شخص عراقي بأمريكا هذا كان بوقتها كلش مشهور الفيلم ماضري the untold story هذا شورت موبي مو فيلم كامل اختبت جوبا the iraqi sniper the untold story the iraqi sniper 2018 الفيلم لا انا اللي شايفه يمكن قبل هذا اي وبنزل الفيلم همينا امريكي بوقتها يمكن حتى هو جوبا ان اسفايرد الفيلم هو قصة حقيقية جوبا نعم كان قناص عراقي على وقت الاحتلال نعم صحيح وكان بالفلوجة يمكن او هيد شي صحيح هذا الدايوكا المالتة سامر علي هو هاذا نعم سامر سامر اوكي سامر ايه سامر اتواصل بيا الحدث هاذا الفيلم اللي يريدي يشوفه طال عندك ايي اشوف الشيء اشتغلت انت على الانيميشن مالتة يعني الفيلم اشتغلت على الانفجار يصير يعني شوتين كانت اشتغلت عليها بوقته سويت للانفجار والمشهد الانفجار كان حلو حلوة كانت يعني سايد برويجيك خينجول كلش حلو والله اذا عندك هذا المشهد نقدر نشوف اذا كانت عندك بال يمكن بالموجود على الفيميو اسمه شون اقدر اتفلك يا نعم عندك اللينك بال الهذا اللينك اكو video.com slash jaff اذا تنزل تنزل بالفيديوات راح تشوف فيديو اسمه pyro pyro explosion with debris please خليني بس اطخل لما ربش اللينك ما للفيمو مادا تطلع او اذا تقدر تزدياها مرة ثانية على ال اسمه اسمه على انستغرام على انستغرام خليني اتفلك يا على انستغرام خليني اتفلك يا شير سكرين مرة ثانية حدا you can tell me where to go oh okay um اذا تنزل uh scroll down بعد انزل اذا الاخضر ماذا اي اذا اني اني مساوي هو الاخضرام الاخضرام اذا شوفوا اذا شوفوا اذا شوفوا اذا شوفوا اذا شوفتها حلو 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 هذي بسبب التغير التكنولوجي هس سيصير اقل ولا لانو انت ضباطت هالشغل اي اكتصت اني خبرة اكتر والتكنولوجي همينا بس اني بعدني نفس الحاسي باستعمل اللي استستعمل ذاك الوقت اه اوكي اذا يعني التكنولوجي نفسه حلو بس صحيح التكنولوجي حتى السوفتورز الطريقة الالكوروثم الشغلات التصير ينهي كورياضيات فتغيرت كل شي اللغة والهاية فاسرع يعني من ذاك الوقت حلو اوكي اوكي ما هي الافلام الثانية اللي اشتغلت عليها؟ اوكي اشتغلت على فيلم اسمه The Call of the Wild البطل فيلم هارسين فورد اللي كان على ستار وورس كان البطل ستار وورس اوكي هان سولو اهوكي هان سولو اوكي شزام اشتريت شزام حلو شزام شزام اي انا ما حبيته نهائيا خاصة اشتغل على الفيلم و احنا من نستغل الفيلم ما نشوف الفيلم كامل نشوف نشوف اجزاء بسيطة و بدون صوت مثلا اكثر المرات فما نعرف شدي يصير داخل الفيلم ولا حبيته ولا ما حبيته الشخصية هو يعني كشكلة من هو و كبير في العمر بس بعدين ما اتفرجته و اتفرجته و انا يمكن سنة او سنتين ما اتفرجته رأسا قلت لك ما حبيته اصلا خلاص قفلت فقلت او واو والله فيلم حلو يعني كوميدي اشتغلت شزام اشتغلت The Call of the Wild دولوية الشركة اللي حاليا اشتغل بيها مه او 2018 بلشتوigns في 2018 او نهاية 2019 و هي رجعت رجعت San Diego والسا اطلاع من المنتريال اتهت tutto 18 اتهت 16 اشتغل غير في اطلب قلت انا بنوا كندا كانت قلك اخذ ما اكدر لكن المنتريال ما يدرجى باردة فمددت الاجازة لقيت شغل ويالشركة اللي اشتغلت بيها اول مرة هي هاي مع الفيسبوكسات والدعايات وحتى يعني كوظيفة انطوني مورس سينير فوزيشن دان اول مرة بلشت بيهاهم جونير ومشتغلوا قلولوا لي انت مشتغلوا بيها هاي الشركة ويعني فانطوني والاوفر حلو يعني كان فقيت اوكي ليش لا فحصيت بيهاهم كونتراكت صغير شهرين على دعاية اشتغل بيهاهم بلشت بيهاهم كان يصير الواحد اثنين بلشت واحد اثلاثة صار الكوفيد الكورونا الفندامك اللي ما نقدر نشتغل بالشركات فصار هذا الشي فاني اني لسا لا اقدر ارجع الكندا ولا اقدر اشتغل هنا انا في امريكا وبطمعها اعني يعني شغلتي سهلة يعني بانه موظف اقدر اسافر منه اروح واجي بس الناس اللي مثل خسروا بسغولهم او اللي عنده بزنس الله يساعدهم بذاك الوقت اللي صارت ما عرف شون تلحقوا عنافسهم بس فبذاك الوقت كنت اخذ شهر الثالث ورابع قضيتها يعني بس شغل ليس اقرأ كتب لان ما كمتا اتعرف الدنيا جدا يتصير وراها قيتخلي ارجع اشتغل فبلشت اساوي فريلانسينج ولقيت شغل واي ثنين او ثلاثة ناس عرفهم وقمت اساوي شغلات يعني فيديوهات صغيرة حصايت شغل يعني هاي الشغلات كلها قمت أسويها مشتني لحد نهاية السنة وسنة اللي وراها هي هاي الشركة نفسها يعني الليد صديقي واحد من الـ قل لي تريد عندك شغل قل لي لا ما عندي فقل لي لا تحب تعجيها اشتغل لي انا عفو مو اياهم اشتغلت فيا سستر كومباني وياهم الشركة الثانية اسمها مستر اكس واللي هي هناك اشتغلت على فيلم بعد ما طالع اسمه ديستنت فيلم بظائي هم تحشيش يعني كويش فيلم حلو حيصير اتصور يعني يضحك ديستنت اي بعد ما طالع تقدر تكتب اسمه موجود على الـ IMDb بس بعد ما طالع حتى يعني تريلر مركوب اشتغلت على دعايات لا عفو مو دعايات تي في سيري ما المارفل اللي هو هاوك اي هذا الابو السهم اي عنده مسلسلة على يمكن على ديزني بلس اه فاشتغلت على على سيكوينس صغير على مقطع صغير مش يعني مشاهد اه كان فد افكت يعني كان افكت صغار سويت وشغل ديستنت الفيلم كان شغله حلو يعني اللي اشتغلت بيها سويت شغلات حلوة هذا الـ التي في سيري المسلسلة مو كلش يعني شغلات اللي تسويت يعني ما استحبها بس عادي يعني و هذا شغلك مرات يجيك شغل يعني مثلا حلو ومرات شغل مثلا بورينغ وما يعيش بك تسوي بس هو شغل بعد يعني دين توقرات بعد لازم تسوي شغلك يعني عبالي هاي بس احنا نسوي هذا الشغل اللي هو البورينغ ولازم نشتغل طلعتوا انتو همينة تشتغل على شي وما يعزبك يعني توقعت ان شغلكم هو اكثر الى علاقة بالاشياء اللي تحبها و أصبحت بس هو انت شوف اي شي مثلا هسا انت معرف تحب تلعب طوبة بس منيقولك روح لعب طوبة لا ما رح تلعب يعني يعني مثل من الصور يعني مثل order يعني شوية تختلف يعني ومن تسمع هو شغل كخدمة تسويها بتختلف يعني 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 من ليش مثلا دائما عندي الانستجرام على صفحة أو شغلات ثانية أسويها دائما لأن مثل اللي هو الشانب الثاني ما قالتي إنه الشغلات اللي ما أقدر أسويها أطبقها بالشغل أو أريد أشوف أسوي مثلا حتى إذا مشهد أريد أخلي هذا الشي اللي أريد بس ما أقدر ولا يعني هو مثل ومشي شغل يعني وورما الخبرة خاصة أنت تتعلم بأنه كل هذا الشغل تريد بس تمشي المشروع وتساعد البعضين وهذه يعني إنه ليس لك دائما الكلاينت هو على حق يعني هم ديدفعونه ديدون شغلهم يصير يعني يعني هم تفكر مرات أنه أنت مثلا ممكن أنه يعني تجربت الفريلانسين والفول تعمل هل تفكر أنه أنت في يوم من أي يوم ترجع أنه للفريلانسين أو أو لديك اشخاص أو أي الفريلانسين اللي هو العمل الحر أنه تأخذ يعني بروجيكت مشاريع بلون بزنس أنه تفتح شغلك الخاص أنت ك 3D animation ما يعني أحب أدرس كل أحب أدرس ودع أشتغل على هذا الشي هسه بس ك بزنس يعني مفكر بالموضوع بس يحتاج لي وقت يعني يعني اشتغلت قبل البداية 2020 اشتغلت بهذا الشي سويت ومشت بالأردن فلازم أدرس الموضوع اللي هو موضوع الشن الكوست والشغلات كلها يعني لازم أكتبها يعني أدرسها شوي أكثر بس يعني مفكر بالموضوع ممكن بس دعنتظر يصر عندي خبرة أكثر بالمجال كمو بس كأردس كمانيجين ككل يعني كمانيجمنت كل شي يعني بالمجال حلو وقلت لي أنه الاسبريش ما لك أنه أنت توصل لمرحلة الدريكتر بهذا الشغل فهو كالبزنس ما لك الذي تعمل بهذا الحلم أي يعني تو دايريكت آه ايدر إذا أصير آرد دايريكتر لو دايريكتر مخرج أو Visual Effect Supervisor اللي هو 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 شوف Visual Effect هو الاختصاص كل يسمون Visual Effect يعني اختصاصي Effect اللي هو التأثيرات اللي تصير ف Visual Effect Supervisor هو المشرف على كلنا المجالات اللي بيها يعني اللي هو مثلا هذا اللي شرحت عليه Compositor أكو Modeler اللي يبني مثلا البيوت والسيارة أو الشخصية هذا يسمو Modeler أكو اللي يلون يسمو Texture Artist يلون مثلا هذا اللي اللي يصمم ويبني Texture Artist يجي يلون يخلي مثلا الطابوق لون الطابوقة أو مثلا الشخصية مثلا يرسم حتى النمش أو إيش ما كان على الوجه تاتو أي شي كان أكو وراها يجي اللي هو يسوي الإضاءة على اللام السين وأكو الرجل اللي هو يبني الهيكل العظمي للشخصية حتى الاختصاص الثاني اللي هو animator اللي هو اللي يسوي الانيميشن اللي يحرقهم سردار كلش يعني فتشغلة إنه كومبلكس وهذا وهذه هم نشتغل كلنا بنفس الوقت يعني يعني تقريب كم واحد يطلع إذا خلينا نقول مثلا هاي واحدة من أفلام مارفل ديريدون يسوون هذا أو الشزام اللي انت اشتغلت عليه تقريب اعرف الف وخمسين أو الف ومئتنة شخص واو الف وخمسين شخص هيكون هم يشتغلون بنفس الوقت على هذا ما عارف بس أتصور تقريب يعني لأنه تقريب هو انت اوكي بذول الانيميترز بمثلا الكاتب القصة بمصور الانيميترز هاية 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 اختصاصات واكوية ذول مثلا الانيميتر يعني المانيجرز المنتج البردوصر هاية ناس ف يعني مساعد فيشوال 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 خلي نقول قلت لك اختصاصي افكت يعني انتظر انتظر شغل مثلا الكل الانيميتر اللي يحرك خاصا الفيلم كان عبارة الكلاب الكلاب كان كل 3D فاللي يحرك ذول الكلاب يدزولي المشهد كاميرا يدزولي ويدزولي المنطقة اللي هم بيها مثلا فالجبل أو فالجي واللكلاب يتحركون فأني ش أسوي يعني أسوي الإفكت اللي هو الثلج مثلا يطلع من يتحركون الثلج أو فجي أو الثلج يعني من يتحركون الدنيا هاي الشغلات خلينا نحمينا نشوف Call of the World هذا موجود على Venmo صح على نعم موجود تقدر تقدر شغل أول فيديو اللي اللي هو المال TV Call of the World وباقي الشغلات افكت تموريل اسمع وهذا نعم هذا هذا ال Call of the World اللي هو بي Harrison Ford نعم هذا دوكومنتري والشو فيلم فيلم كان نعم هنانا انا سويت هاي البحر كله انا سممت التلوج على البحر والبحر اللي هو مو بحر لايك اتصور امو لايك اه 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 الكندى اه داوسن داوسن لايك اتصور تعمل منطقة هذا شغل ما الكلية هنانا نفس Call of the Wild هذه اللي هي الاشياء اللي انت كلها اللي مشتغل هذا اللي يقدم بي شغل مثلا اشتغل اقول اقول اشرح لهم كل مشهد شون اللي سويت و شون حلو ماذا جوبة جوبة ماذا شزام شزام انا ما خان الشغل ما شزام عندي عندي يعني كل الشغل بسيط كان اشتغلت علي حتى من قدم ما يعني كلش قليلة المنشنت يعني اشرح لهم لأن اول شغلة كانت الي اول مشروع انطونيا بالشغل ف بس وهذا اللي هاي اللي اسمها ال cgi نعم ولي اختصاص ال cgi Cox ب 유튜� حلو اشتغل ها هادو و كنتا تقول لي انت بالكالم با صعب عليك انه انت يعني انه تبين الشغل اللي انت تقدير تمل です ... قلت لي انو قدرت تترك بصمتك بهذا التروجك بالذات يمكن شوف من يعني هي شازام و the call of the wild اول بداية شغلي كابلشت ارتست يعني بنانو اريد اشتغل اكثر وحصل شوتات اكثر اسوي حتى ابني الي بورتفوليو على مدورها مثلا احصل شغل ثاني اسرع او مثلا حتى بالشركة مثلا مثل مثل يعني احترام مثلا اشوف مثلا كالاسمي او ايشي يعني فالفيلم هو هذا call of the wild الشركة اللي اللي سويتها اللي هما يعني الكلينت يسموها فاحنا نسوي الفيشول افكت لسنتري فوكس سنتري فوكس اتصور اوند باي ديزني ديزني هي مالكتها فديزني دائما تحب شغلات ما بيها عنف ما بيها يعني اكثر الاطفال ولهذا الشيء بالcall of the wild سووا الكلاب 3D وابتعدوا عن الانيمال ابيوز اللي هو العنف المعرف فهمت عليك لانه يحاولون انه ما يستخدمون الحيوانات بالبرودكشن او يعني للرفيشن اي اعتمم معه نعم فاعني اللي من الاول الناس اللي اشتغلت على الفيلم هذا طول بيانا سنتيا اتصور ساونوس يعني من دخلت المشروع الفيلم هذا كان لهم ست شهور او ست شهور دي مشتغلين الفيلم فمن البدايين الناس اللي اشتغلت ابلشتنا نشتغل ونصمم الافلام فكل ما احنا نصمم شي لاني حتى هسه من دا اشتغل ويهم نفس الشي كل ما احنا نشتغل شي او نبني فد افكت نراويلي للكلاين ندزيله من نموذج نقولهم مثلا شو رأيكم هل هذا انت تريدو هل هذا اللي يعني اللي تريدو كيفكت او كشي فبعدين بسم من المشاهد عانوا اللي اذكر عشان نعاني وست نفرات وياي نشتغل على مقطع معين مشاهد ما الثلوج فالكلاينت ما حاب الشغل حاب الشغل يعني ذاك الوقت سويت كنت اتفرد توكيمنتريات وثائقيات شكو وثائقي يختص بالعالم القطب الشمالي والنورث بول والأتلانتيكا انتارتيكا هاي المناطق فرجتها واستمتعت بيها يعني وبنفس الوقت يعني اذا اسوي مثلا افكت ما اتطلت مو حقيقي مثل يعني كانت عيب لان انا بمونتريال هنا كلها ثلوج فاذا تريد تدور على مثلا كنموذج للثلج باش اطلع برد فشفت الشيء الناقص بالمشاهد كلها انه سبري كانت مثلا هي مسوين الثلج وحلو الثلج يعني كمثلا الاحتكاك الرجل تشلب ويلقاء ويطلع للثلج بس مثل يعني ما بي حياة فقمت اشوف الوثائقيات قمت اشوف الحيوانات بيتحرك بالثلوج مثل الهوى والثلج مثلا اوكي الثلج ديتحرك بس بنفس الوقت الهوى مثلا يدفع الحركة هاي للثلج ويتناثر شوية وتصير بيها حياة اكثر وبنفس الوقت مثلا الهوى مثلا اذا كانت اكثر يعني مضطرب يعني شو نقول ويندي على مثلا فهاي كلها شغلات اثت فسويت مثل الستق العفو سويت شوت بوحدة وراويتها سنة ميتين تقريبا ثلاثين او خمسة وعشر واحد فعني اصلا ماتش تعرف شو الموضوع يعني فكان الليد ماتي اللي هو وراها من يعني 2021 من جابني اللي قالي شغل مرتلو قلهم شوفوا هذا الشغل نموذج مع السردار فعني يعني حاطيني شغل مالتي وكلهم ديتفرجونه وعلى الاسم عاد يقول واو هذا اللي يقول يعني كلمات واي فعني ديت يعني ابحك يعني فرحان وسو يجيب وغلد يعني اثق هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شويت الى اللي هي اكبر منها البيجول افكت سوبرفايزر هي سي جي سوبرفايزر ووراها يشوفوه الكلائن فالبيجول افكت سوبرفايزر شافها كلش عجبه شوفوها الكلائن ثاني يوم الكلائن قال احنا مثلاً من نسوي شغل الـ 3D عدنا رفرنس مثل الفيديو صغير وهي هاي اللي قلت لك الوثائقيات او الفيديوهات كمثلاً كلب حقيقي مثلاً دا يمشي ويطلع ثلج يعني يتحرك الثلج خلوا بتاع الفيديو هذا خلوا الفيديو ماتي رفرنس للفنانين الباقيين يستغلوها شاية هاي يعني صديقي اللي يمي قاعد واو ماني يرئي لتك فهي هاي صارت فهذا الشي يعني هي ما صارت يعني كصدفة اشتغلت عليها يعني مثلك دراست تفرجت هواية وثائقيات حتى هواية افكتات بذاك الوقت يعني شانت كلش مثلاً يعني داخل بالموضوع كلش يعني واحدة من الافكتات كانت هم يعني الثلج هم يعني دايم يطير او ايشي يعني من من اللقاع يعني الهوى بس متنا نعرف شون نسوي الافكت هذا ولا لقيت اي فيديو على الانترنت يعني يناسبني للشكل اللي اريده هاني ادخن مع الاسف فالدخان ما الشي يسموها الاشز الرماطة الرماطة فشان عندي بدل الانفاضة هواية شبت كاميرا خييت سلو موشن ونفخت كلها عايزة تتحركيتشي يعني وتفتر فتطني الافكت فقمت اشوف الافكت هذا اصدرنت لي حاولت اطبق نفس الافكت في 3D اسوي سويته وحصلت يعني شغل يعني ووافقه علي ويأتي اصدرنت يعني للأفكت هذا والله كدري كلش مبدعة هاي يعني ايه هي شغلات بسيطة يعني انت ميحتاج مثلا اروح ابلش بشي يعني ابسط شي داما فمنها يعني يعني منها هي هاي الشغلات هي هاي لي اكثر شي كام اام انطتني قاموا يعطوني الشوتات المشاهد اللي هي كله اكثر افكتين منها كالفن بها اكثر من ما هي أكثر تكنيكو هل هو يعتبر أن تسرق حقوق أم لا؟ ولكن هذا الانسپيريشن همينا أن تستطيع تأخذ الفكرة من أشياء موازية للشيء الذي تشتغل عليه دعونا نحكي بها في الحلقة القادمة ونحن همينا وصلنا إلى نهاية الحلقة ما رأيك ننطيد المشاهدين أكثر من المستمعين ممكن هي شي لمحة عن الشغل اللي أنت تسوي على الانستغرام لأنه فعلا الأشياء اللي أنا أكثر عاجبتني أنه شوين سولف بيها نطيعهم تيزر أو ما يسموها تشويقة معم واللي هو أنا كلش عاجبني هليني بس أطلع هادي البيج مالتك اللي ريدوني تابعوك طبعا سردار جاث على الانستغرام هادي جزء من الشغل اللي أنت تسوي هذول الاي اي اللي هو الانستغرام هذول اللي قلت لك أستعمل الكلمات والكمبيوتر يصنع ليها يعني إذا أتحب الحلقة القادمة أقدر أشرح على شغلات ثانية شون تبيرتأخذ الليفل ثاني يعني تحب تحب الساينس فكشن؟ ما شاء الله كنت كل الساينس فكشن؟ أكيد يعني حتى لأن الكاتب ما هو روما مال title ما يعرك ما هو overlap طفعا они الحكر أحب الشاعر أحب الفلسفة أحب الشغلات الخيالية فأكيد الأفلام كلها طبعا عند الروايات كلش أحبها أي شي خيالي مو حقيقي وأي شي مثلا كان نقول كل واحد بنا يشوف كتابة كل واحد بنا يشوف طريقة ثانية للكتابات هذا بالعيد هذا الرسمي عندي سكتش بوك بالدفتر شو اسم هذا الفن سرداريات هذا أتصور تجزيلة الأميرات كانت تركيا راحة تركيا وهذه الشمس اللي كان نحتي بها نعم خلينا منح رقل خلينا نخلي للحلقة الجاية بس بس والله كلش تونستو ياك سردار يعني خلينا نكمل الحديث بالحلقة الجاية وندخل أكثر بتفاصيل الرسم اللي تسويك وهي شغلات بعد أريد أعرفها منك صوصا أنه مثل ما قلنا الهام شلون يشتغل وشلون يمكن يتحول من فن لفن آخر لفن آخر أنا معدي فتشي ممكن أريد أشوفك يعني هاي يفيل يعني أنه هاي شي ما كنت بعد هواي شغلات تريد أتعلّبها اي اي اه شكرا جزيلا وشوفك على الحلقة الجاية ممنون أنا أشكرك كل السعيد المقابلة وإياك والله أنا همينة يا الله شوفك على الحلقة الجاية شاو باي